عزيزتي الأنثى العظيمة الدر المكنونة والأيقونة الجميلة يا من تزينين كل بيت بوجودك من سيتزوج هو أنت ومن سيتحمل الموافقة عليه هو أنت إما حياة طيبة أو عيشة نكد وموت بطيء للجسد والروح اعلمي أن كل خاطب قادم سيأتي حاملا معه وجها مختلفا وجها يقدم أجمل ما لديه من فنون الغزل والأدب واللباقة هذا الوجه لا يمثل داخله أبدا فعندما ترغبين بالتعرف عليه فلا تقرأ الغلاف الخارج وإنما داخله إن رأيتيه يحلف كثيرا فهو إما كذاب ومتعود على أن الناس في بيئته لا يصدقونه أو أنه شخص لا يثق بنفسه لا ينظر إلى عينيك عندما تتحدثين معه فهو شخص لا يحترمك ولا يهتم للاستماع لك ومتعود على الإقصاء والتجاهل إذا سمح لك بالحديث مع أصدقائه الشباب الذكور أو عبر لك أنه لا يمانع بأن تختلط مع الذكور فهو لا يغار ولا تسميها ثقة فهو إنسان لا عهد له ولا ذمة إذا عزمك على مكان معزول في بيئته أو مكان خاص فهو شهواني أناني يقدم مصلحته على حياتك واحترامك إذا تناول الطعام معك ومع الأهل وما ساعدك بترتيب طاولة الطعام فهو ولو لمجرد محاولة فهو اتكالي كسول إذا رأيتيه أغلب الحديث مع الأهل صامت مستمع فهو ضعيف شخصية وليست لديه خبرة بالحياة وأحيانا هذا النوع انطوائي انعزالي خجول ومريض نفسيا أحيانا راقي به عندما يدخل إلى بيت أهلك إذا جاء خالي اليدين فهو بخيل أو قليل ذوق نظافة الحذاء وقص الأظافر ورائحة الفم على ما تدل على نظافته من عدمها إذا كان لا يصلي الفجر بوقتها فهو عديم المسؤولية وكسول وإذا كان لا يصلي أبدا فلا توافق عليه فمن يترك ربه سيهون عليه التفريط بك وإذلالك أتمنى إلك السعادة والمحبة والسلام عليكم